ويقول لنا وعنا دليل إبراهيم ظل يستغفر لأبيه وأبوه صانع أصنام يصنعها ويحبّد الناس لها وابنه نبي مرسل بديك كثير من هيك ابنك النبي لم يرد وركب رأسه ومات على شركه وظل إبراهيم إذا أخذنا عشان بتحدد موقفهم ليحنا في ناس من الحب يش يسمع ظل إبراهيم إذا أخذنا بظاهر حديث البخاري يستغفر له إلى أن لقي ربه إبراهيم عليه السلام ولذلك بظاهر حديث البخاري كما قال السيد عماء مفسرون لهذا الحديث قالوا متى تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله فتبرأ منه في الموقف يوم الدينون وليس في الدنيا طب ماذا أنه كان عابض أصنام وصانع أصنام كل هذا كما قلت لكم في جانب رحمة الله وإعذاره لخلقه لا يمنع أن يكون له مساغ في رحمة الله إبراهيم كان يعرف هذا ليس أنا ليس أنت إبراهيم الذي يستغفر له عليه السلام لذلك لما قلت أنا اقرأوا الآية الله قال من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم قالوا ما شاء الله يعني أننا إبراهيم يعني ما من بعد ما تبين يعني بدك أنت وحي ينزل أنا أريد خبر من السماء أنه فلان من أهل النار انتهينا يعني أبو لهب منصوص في كتاب الله تبت كذا سيصلى نار انتهينا لا أستغفر أبي لهب وهو عم النبي ممنوع لا أستغفر لكن أبو طالب مثلا عندما قال قلب نجاته وأنه مات على الإسلام موضوع مختلف طب بلاش أبو طالب عندك مسلم لا مش أبو طالب واحد مات على يهوديته نصر نياته على شركه ولكن كان إنسان طيب ومتساح مع الصين ومحب المسلمين لا يؤلب عليهم لا يعاديهم لا لا إلى أخر إلى أخر ممكن أنا ما عندي ما عندي أي تبين أنه صاحب الجحيم من أين لي هذا هدولك كيف ألا يكفي أن الله أقولك هذا عموم افهم الأصول لما قال قال إن الله لا يغفره هذا في العموم أما في الأعيام كل فرد وفرد الله أعلم من وين دي لك دليل إبراهيم وقضية أبيه إبراهيم يعرف أن أباه مشرك عابد أصنام ومات على ذلك ظل إبراهيم مقيما على الاستغفار له ولم ينقطع عن الاستغفار إلا إيه إلا حين تبين له في ساحة القيامة أن الرجل من أهل الجحيم ومسخ ذيخا أو ضبعان فخلاص إبراهيم ترك الاستغفار له هذا ما قال العلماء يأخذن بظاهر الحديث البخاري ماذا أفعل معكم أنا أنا أريد أن أعلم دين من عندي هذه حديث نصوص إذن عندي أنا ما شاء أقول لك دليل عندي دليل أو شوبة دليل قوية لا تستطيع أن تتعدها وكفاك هتقول لي ممكن إبراهيم ما كان يعرف ما شاء الله عليك إبراهيم لا يعرف أن الشركة لا يغفر مسكين أنت هذا الشيء الذي لم يجهله نبي وهذا الشيء الذي بُعث به الأنبياء جميعا من آدم إلى محمد بُعث بالتوحيد وإفراد الله بالوحدانية وأن المُشرك لا يُغفر له أكتفي إن شاء الله بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم